يعني احنا لقينا ان فيه انواع اكل بتنشط عملية الاسترجاع زي صفار البيض على سبيل المثال فحتى اللي بيسمعونا بالنهار وابنك رايح اللي امتحان صفار بيض كباية لبن بعد الظهر السمك او التونة وجبنا البيضة دي كلها حاجات بتنشط عملية الاسترجاع بمناسبة تنشيط عملية الاسترجاع التمارين سواء كانت التمارين الذهنية او التمارين الجسدية لتنشيط عملية الذاكرة تحديدة لدى الممتحدة اهم حاجة في التوقيت ده ان الاولاد وهم بيذكروا يعتمدوا على الخمس حواس بمعنى ايه ان انا المفروض لما اجا زاكر في مواد بتتشاف يعني ايه بتتشاف انا بدرس جغرافيا مثلا يبقى انا احط الخريطة قدام مني وابتدى احط عليها تنوع المحاصيل الزراعية الكسافة السكانية الموارد المائية كل ده بقى انا شايفه فدي مواد تتشاف في مواد بتتسمع زي اللغات في مواد بتتمسك زي الفيزيا ان انا احط حاجات بأدية وامسك الهيكل العظمي واروح المختبر الى اخر الكلام ده كله فبالتالي لازم انا انوع اكتر من حاسة من الحواس بحيث لما اروح في الاختبار او في الانتحان لو في حاسة واقعت مني تجيب لي الاسترجاع التانية تشلني فدي كلها مهمة او ان انا انوع في عملية استخدام الحواس تنشيط للزهن اه طبعا تنشيط للزهن كنا زمان بنقول يفضل ان الواحد يعد في مكان جيد التهوية والاضاءة ويعد زاوية قايمة والاضاءة تجيره من على الشمال دلوقتي الاولاد فما نقرص عليها قوي يعني خليه ذاكر على مكتبه في الوضع التقليدي بس افرض هو عاوز يراجع هو نام على الصيير كده تضجع شوية سيبه عاوز يشغل موبايل جنب منه كده حاجة بسيطة يسمع حاجة سيبه مفيش مشاكل خالص يعني ترى ما قاعد بيه قدي حزبه على المنتج وعلى المحصول المعرفي مش على الطريقة اللي بيعمل بيها مدخلات المذاكرة يعني ما تمشيش انت بالفكر التقليدي بتاعك ده كلها بتخلي التنشيط الزهني عنده وفق ما هو يترقى ليه وفق قدراته الذاتية وفق انطباعه مع المادة العلمية ومهم برضو جدا ابني وهو بيذاكر احاول بقى بقدر الامكان اخليه ذاكر في التوقيت بتاع المذاكرة وبتاع الاختبار بمعنى كلنا بتذاكر بالليل عادي بنقعد نذاكر لحد الصبح طب نيجى اثناء الاختبارات بنقعد نحل بالنهار من 9 الصبح لا الساعة البيولوجية عنده هنا بتختل فبتعمل اختلال في المدركات العقلية مهم قوي ابني لما يجي ذاكر اليومين دول خليه ذاكر من 7 الصبح يعني في توقيت الاختبارات عشان يبقى العقل نشيط في الفترة دي ايوه عنده ارتباط شرطي بين التوقيت وبين درجة الإضاءة ودرجة الحرارة وبين استرجاع المعلومة لانما انا خليه ذاكره طول الليل وينام طول النهار ويجي اثناء الاختبارات يقوم كسلان يقوم عنده اجهاد ويقوم مش قادر يسترجع المعلومة طبعا عملية صعبة قوي فالتوقيت ده بينشط نحية ذهنية ده مهم قوي ومهم برضو في فترة الاختبارات ان الابن ما يذاكرشه بس يعني لو انا ابني متعاود لذاكر ساعتين انا اخليه ذاكر ساعة لربع طب والساعة وربع التانية يحلل اسئلة الاختبار لا ولازم يا دكتور كمان يكون فيه نوع من انواع الترفيق خلال اليوم العادي مقفلش عليه تماما عشان عنده امتحاني وهو قال على الكتاب ده ما يقومش ده بقى تنظيم اليوم بتاعي يعني انا بشوف الناس بتشيل الكمبيوتر بتمسك فيش التلفزيون تحط علاش كارتون يلغي اي حاجة موجودة مع الاولاد يسحب الموبايلات لا لا وازن في اليوم بتاعك وخلي فيه تنظيم في النوم زي ما حضرتك بتقولي في ممارسة النشاط ده مطلوب يعني التوتر اللي مثلا بيبقى حاصل ومسألة ان الامة ما بتسمحش باي نوع من انواع الترفيق خلال اليوم لانه بكرة فيه امتحان ده بيتنقل للطفل بشكل كبير طبعا يا فانده مغلط وحملة على الجهاز العصبي بتاعه حمل فعلا ما بيخلوش اعرف يسرق المعلومة بيبقى عارف المعلومة وما يقدرش يكتبها صح لك وتبقى قدام منه السؤال ومش شايف يقولك ماما انا ما شفتش الجزئية دي وبيقولوا كده البعض على فكرة بعد الامتحان يعني انا كنت عارف الاجابة ومحلتهاش فطفل تاني يمكن معاش نفس الظروف بيستغرب هو ليه كان عارف الاجابة ومحلهاش السبب من البيت بالزبط سيب له تنفيس فعالي اسناء الاختبارات ده مطلوبة حتى شوف انا انا بتكلم بقول اختبار بالمناسبة هو اللبز لعلم اختبار مش امتحان لان امتحان جاي من محنة ان ما احنا اتعودنا في مصر يقول امتحان 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 بقى امتحان هو اختبار يعني هو قياس للتحصيل مش حاجة يعني فيها صعوبة بالمكان لقياس القدرات مش حاجة وموت اطلاقا يعني فمهم جدا ومهم برضو قوي بقى اراعي الولد في راعي الوزن النزوي للمواد يعني ايه الوزن النزوي للمواد انا كنت بحب الشعر والادب وانا صغير جدا كنت لما جامسك كده بتين شعر ابراهيم ناجي ولا حاجة مش عاوز اقول لك بقى انسى نفسي قعد بتلات اربعة ساعات اسرح فيه طب بقى بالزمة ده كلام لا يبقى انا اراعي الوزن النزوي اعلمي عنده كمان الموهبة يعني دي حاجة كويسة ليه لا ودكتور يصد ان احنا نقسم الوقت بين المذكرة انا فاهم لا بس انا بكلم انا مليه يبقى عيني عينيه ورايه حفل وممكن ان انا مهاله في الاجازة وحفزه مثلا انا بتكلم ليه ما يكونش مسلا على سبيل المثال هو شاطر في الادب نعم بدل ما انا اقول له لا لازم تدخل كلية الطب لازم تدخل كده طبا ممكن يدخل درع له ويبقى فيها يعني عندنا نبغة موجود طبعا طبعا وده بعد مهم على فكرة من قبل بقى الاختبارات لو نتكلم من بدري شوية من اكبر الاخطاء التربوية والتعليمية التعليم بالوكالة يعني ايه بالوكالة انا رجل دكتور ومشهور وعندي عيادة ومستشفى كبيرة عاوز ابني يورس ده فمصر يخش كلية الطب بغض النظر عن قدراته انه ممكن يطلع نبغة في مكان تاني انا فتح مكتب محاما كبير وعاوز ابني يورس العلاقات اللي انا عاملها والشغل والقضايا فده تعليم بالوكالة ابني مش امتداد لي ابني مشروع مستقل كيان مستقل لازم احترم قدراته ونميها زي ما حضرتك بتقول دي نقطة مهمة جدا طبعا وعنى ادربوا بقى على الاختبارات حتى مسلا اخيرة معلش لان خدي بال حضرتك فيه بعد في المنظومة التعليمية اثناء الاختبارات ما حدش بيشتور عليه وهم المرأبين اللي بيرأبوا في الاختبارات عدد كبير جدا مش كلهم تربويين فوارد جدا عناصر فردية يقع منها بعد المناقف يزعق يلتبس عليه الامر لان الولد بيغش يتنمر على حد زي ما شوفت ان الطالبة اللي كانت لحلى في الوستان ان يكبر دماغه ازاي يعمل نفسه مش سامع ازاي يركز فرقته ازاي واهم من ده اهم النقطة يمكن حضرتك قلتها يعني احنا في وجهة نظري الان انا لازم اتعامل مع ابني انه شخصية مستقلة ما ينفعش لنا يعني اجور على حقه في اختياره لما يريد في المستقبل هو جيلد اجمعه في التعليم مع الكلمة